السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ديسون من قناة جيمينج أخبروا شيئا وإن شاء الله تكونوا بخير كما ترون يا شباب حدثين جديدين في لعبة E-Football 2022 طبعا انتم تعرفون ان كل يوم ينزل حدث في لعبة E-Football في هذا الحدث يضيف فرق ويشيل فرق او احيانا يضيفون منتخبات كما ترون النهاردة يضيفون حدثين اول حدث يجعلك تلعب في الأندية الأوروبية الموجودة الشركة مع كونامي في لعبة E-Football والحدث الثاني هو انك تقدر تلعب بأنديت الدور الأسباني كما انتم شايفين هنا غيروا الخلفيات ضفوا خلفية جديدة مع الخلفية القديمة لكن القديمة جددوها وضفوا معها خلفية تانية جيدة زي ما انتم شايفين يا شباب دلوقتي هنروح ونشوف الأحداث من جوا هنروح يا شباب للفعليات ومن الفعليات هيفتحوا معنا الحدثين زي ما انتم شايفين الحدثين هينتهوا في يومين واثناشر ساعة هنروح مع بعض بعد ما يخلصوا الحدثين هيدفوا أحداث جديدة زي ما انتم شايفين اول حدث طبعا انا لسه مدخلتش في ولا واحد فيهم هدوس دخول ولو قدرت استعرض معكم الثاني لكن غالبا عادي هقدر ألعب بالحدثين هشوف لو هدوس دخول هستعرض معكم الحدث الأول اللي هو الأندية الأوروبية هدوس دخول برضو اي شباب زي ما انتم شايفين كل الأندية اضافت باريس بيرنونة وكمان منشستر سيتي وكمان ليفربول للمدارة شباب مهم جدا انهم ضفوه وهنا عزينيت والتشيلسي اهو زي ما انتم شايفين يعني ضفوا الانديا مهم جدا اهمهم كمان مهم جدا ان يكون موجود باريس 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 بيرنونيغ يوفينتوس زي ما انتم شايفين انديا مهم جدا واتلانتا كمان اهي شباب زي ما انتم شايفين طيب شباب مش اختار فريق دلوقتي هروح الاول اشوف الحدث الثاني هبرضو هدوس دخول الدور الاسباني برضو هدوس دخول مرة تانية وهنا هيفتح معي فرق الدور الاسباني زي ما انتم شايفين تقدر تختار اي فريق هنا برشلونا وهنا كمان ريال مدريد اعتقد اهم فرقين واتلتة مدريد برضو هتلاقوها موجودة طيب شباب هدخل على الحدث هختار برشلونا وهاشوف الحدث يعني النظام بتاعه نفس النظام الاحداث اللي فاتت انك تسجل مثلا هنا احرز هدف الحد الاقصى 5 مبارات في 5 مبارات لازم تكون مسجيل هدف هنا في التحدي التاني برضو 5 مبارات بس لازم تكون سجيلت 4 هدف عشان تروح للتحدي اللي بعده اللي هو 7 اهداف برضو في 5 مبارات وبعدين نرجع نشوف حدث الدوريات الاوروبية الانديال الاوروبية ندوز دخول احاول كاني اختار فريق اختار منشستر يونايتد او باريس اختار باريس يا شباب ندوز دخول برضو هنا حقق 3 نقاط برضو في 5 مبارات بس وهنا حقق 6 نقاط في 5 مبارات وهنا لازم تكون يعني عشان توصل للتحدي اللي هو 9 نقاط لازم تكون حقق 6 نقاط هنا في خلال 5 مبارات بس بعد كده هتروح للتحدي هتجيب 9 نقاط في 5 مبارات يعني بيطلب منك نقاط اكتر لكن المبارات بيبقوا زي ما هم وهو ده شباب الحدثين اللي شركة كونامي نزلتهم انهاردة برشباب كده اكون وصلت لنات الفيديو اتمنى اكون فتكم شكرا جدا على الدعم شكرا على المشاهدة ونستنوا قريبا جدا اعمل سلسلة في لعبة بيس 21 وبس كده شباب كده اكون وصلت لنات الفيديو شكرا على الدعم شكرا على المشاهدة وشكرا على التعليقات الجميلة وسلام